يسعدني وشرفني أن ألتقي بالدكتور غالب فيصل صيف أخصائي طب العيون يا مرحبا فيك يا دكتور عرفنا أكثر عن نفسك سهلاً أنا اسمي الدكتور غالب فيصل صيف أخصائي طب العيون اختصاصي بأمراض جراحة الساد وجراحة الانكسارية حالياً نحن موجودين بمشفى الأهلية للعناية بالعيون بشارع دلمة هو مركز جراحة يوم الواحد يحتوي على بغطي كل الاختصاصات الفرعية بطب العيون ويحتوي على أحدث المتوسط للطب العيون من أجهزي وإجراءات تشخيصية وعلاجية نعم اتكلمنا قبل قليل عن موضوع العمليات الليزر والليزر اللي فيمتونس ما تسامونا خبرنا شوي عنها طبعاً نحن بالأهلية آي كير هاي العمليات نعملها بطرق الأحدث والأجهزي الأحدث الموجودة نشتغل الليزر اللي بسمونه الناس الليزر أو هو الـ BRK نشتغل الفيمتوليزك اللي هي العملية الحديثة ونشتغل باقي أنواع الجراحات الإنكسارية من زرع الحلقات داخل القرنية وزرع العدسات داخل عين للمرضى هل ما منقدر نعمل لهم نتصحيح نظر بالليزر دكتور هذا عصر السوشيال ميديا وطبعاً تشوف أولادنا وحتى نحن الكبار دائماً أمام الأجهزة الإلكترونية هل ذلك يؤثر على العيون من عدة نواحي؟ طبعاً هذا الأمر له تأثير كبير بدايةً لازم لكل الأهالية يعرفوا أنه حلق علمياً صار فيه شيء من مصطلح سمول سكرين تايم يعني هو عدد الساعات اللي الطفل بيتعرض فيها للتلفاز أو الموبايل أو التاب أو الكمبيوتر اللي لازم ما يتجاوزوا لا يتجاوزوا كلهم كلهم سوى الساعتين يومياً وهذا رقم ممكن يكون شوي مرعب للأهالي لأنه ما بتوقع فيه الطفل إلا ما بيتجاوزهم حالياً بالعصر طبعاً من الشغلات اللي أثبتت حالياً والدراسات اللي أثبتت حالياً بشكل أؤكد أنه يمنع إزغدان موبايل قبل ساعة من نوم الطفل لأنه بيأثر الأشعة اللي بتجي من الموبايل بتأثر على قدرة الطفل على الدخول بمرحلة نوم العميق وهي المرحلة اللي هو اللي بيرسخ فيها الطفل المهارات والمعلومات اللي اكتسبها خلال النهار هل العام الوراثي له دور؟ طبعاً العام الوراثي له دور كبير أحيان في بعض الأمراض وفي بعض المجالات وقد يكون ماله دور مثلاً من أشياء على الأمراض اللي نسمع عنها هو موضوع أنه القصر النظر ومد النظر ممكن نلاقي الأهالي عندهم قصر هل التشطيب هو الحل الليزر؟ الليزر هو الحل لك ممكن يرجع في موضوع؟ الليزر هو أحد الحلول بدايةً مش الحل النهائي ولا الحل اللي لازم يرامل المنبس هو أحد الحلول لأنه بيرتاح من النظار العدسات العصر ممكن يرجع ولكن في حالات نادرة جداً 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 وخاصة في الميوبا في قصر النظر احتمالية عودة النمر نادرة جداً 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 طيب العدسات ممكن تأثر وتسوي مشاكل؟ عدسات اللاصقة هي أحد الطرق ما هي كنا نحكي أحد الطرق لتحسين الرؤية عدسات اللاصقة إلى محاذيرها وإلى أصول أنه الواحد يرتديها فمثلاً ما بيصير نسبح بالعدسات اللاصقة ما بيصير نتحمم فيها ما بيصير ننام فيها ما بيصير نلبسها إذا في حك أو حرقة أو دماء أو إحمرار بالعين إذا المريض عمل أي شيء من هالأمور هاي ممكن يعمل اختلاط لعينه طيب اليوم في أوروبا صار عندهم الطب متطور لدرجة أنه تغيير لون العيون شوف هلأ هذا الموضوع البعض ما أخذ لا بأوروبا ولا باليونيت ستيتس يعني ما أخذ الأبروفل في طريقتين لتغيير لون العيون الأولى هي زرع شريحة سيليكونية باللون اللي بيختاروا المريض داخل العين وهي عملية لكن ما في تغيير لون حقيقي هاي ما فيها تغيير لون حقيقي ونسبة اختلاطات فيها عالي جداً وبعد ما أخذت الأبروفل وما بتوقع تأخذها لأنه نانسنس يعني أما الحالي الثاني هو إنه تطبيق ليزر على سواد العين بحيث تغيير كمية الأصبغة بسواد العين فبيتغير اللون كمان هذا الموضوع ممكن أدي لضمور أحياناً بسواد العين فكمان ما أخذ الأبروفل فبعده ضمن إطار التجارب فأنا برأي أنه يعني كل مريض يحب أو يقنع بلون عيونه وما بتوقع في حال حدا حاجة يبدل لون عيونه بشكل دائم إلى الأبد طيب في أسباب تسبب وجع العيون غير شائع عند الناس ما تعرف عنها طبعاً مثل؟ مثلاً المرضى كتير بيشكوا مثلاً من موضوع احتقان الجيوب الأنفية وبيجوا لمرضى العيون لأطباء العيون شاعرين أنه العين راح تطلع عن محلة دائم بيستخدم بيكون مشكلة مش بالعين مش بالعين مشكلة بالجيوب طمع؟ وجع الرأس طمع دائماً دائماً العين إذا بس تبدل جهد ويصير فيه وجع رأس فممكن يكون العين بس إذا ما بدلت جهد العين فغالباً منه من العين إلا إذا كان فيه أمراض تاني مثل الالتفاع ضغط العين أو التهاب داخل العين هي ممكن تعمل ألم حتى لو العين ما كانت عبت تعمل جهد نعم كلمة أخيرة أنت حابت تقولها دكتور بشكركم شكراً كتير لحضرتك شكراً لحضوركم وأهلا وسهلا فيكم ضمن مجموعة الأهلية الطبية والأهلية آي كير بشكل خاص وإن شاء الله منلتقي بمناسبات تاني شكراً كتير شكراً لك دكتور شكراً لك